حكمت محكمة استئناف في باريس على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات سنة منها مع النفاذ بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ في خطوة غير مسبوقة لرئيس فرنسي سابق وأصدرت محكمة الاستئناف أيضا حكمان بحرمان ساركوزي من حقوقه المدني للثلاث سنوات مما يجعله غير مؤهل لأي انتخابات ومنع محاميه تياري هيرتسوغ من ممارسة عمله لثلاث سنوات معنا من باريس مراسلتنا عز غريب عز يعني خطوة غير مسبوقة أن يتم الحكم بالسجن لثلاث سنوات على رئيس فرنسي السابق وصولا حتى إلى الحرمان من الحقوق المدنية ما هي تفاصيل هذه القضية؟ القضية عيسى تتعلق بتهم فساد واستغلال النفوذ تم إثباتها من قبل المحكمة عام 2021 وحينها حكمت المحكمة على ساركوزي بثلاث سنوات سجن من بينها سنة مع النفاذ استأنف الرجل واليوم محكمة الاستئناف أكدت الحكم السابق ثلاث سنوات سجن من بينها سنة نفاذ لكن لن ينفذها ساركوزي في السجن بل سيوضع له سوار إلكتروني وسيتم حرمانه كما ذكرت من حقوقها المدنية لهذه المدة هي إدانة أولى في فرنسا من نوعها بالنسبة لرئيس فرنسي سابق تتعلق القضية بمحاولة ساركوزي استغلال نفوذه عندما كان رئيسا وضبطت السلطات اتصال بينه وبين محاميه يتفقان من خلال هذا الاتصال على رشوة قاضي بمنصب فخري في ولاية مونكو ومقابل أن يتحيز القاضي لساركوزي بالنسبة لهذا الموضوع القضاء لم يتساهل فيه وأصدر هذا الحكم القاسي كما اعتبره محامو ساركوزي لإعتبار المحكمة قالتها صراحة المحكمة بأنها كان لابد من أن تصدر حكما قاسيا لأن ساركوزي من المفترض أن يحمي كرئيس فرنسي القانون الفرنسي والقضاء الفرنسي ولكنه استغل منصبه وهذه التلصت على هاتف ساركوزي جعل السلطات تثبت هذه التهمة عليه من باريس مراصلتنا عز غريبة شكرا جزيلا لك